اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وندعو الله تبارك وتعالى أن يوافقنا لمزيد من القراءة والعلم وينفعنا بما تعلمنا ونريد إن شاء الله أن يقرأ الأخلان إلى إن كنا وصلنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله في شرح السنة قال وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله وهؤلاء صحابة رسول الله وقد رواء من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثة كثيرة لكن ترى لماذا قال إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأسيد بن حضير لماذا لم يقل بالإجمال إذا كان يحب الصحابة كلهم يبدو لوالله أعلم أن هناك ناسا وبالأسف نقول من بعض الفقهاء الذين جعوا وقالوا إن هذا حديث أبي هريرة خلاف القياس لا يوخذ لأن أبا هريرة لم يكن فقيا والله ما استحو أن يقول هذا الكلام لكن قالوا في صاحب رسول الله هل كان هو يتكلم من عند نفسه ومثل المسجل إذا نقل المسجل شيئا هل تلوم المسجل ما تلوم مسجل هو نقل أبا ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ وقال من يبسط لرداءه فبسط رداءه فدعا فيه وضمه إلى صدره وثم لم ينس بعد شيء فالذين قالوا على كل حال آذوا أنفسهم بأنفسهم قالوا إن أبا هريرة ليس بفقه وهذا يوجد من فقهاء الحنفية من قال به وكتبهم شاهدة مشهودة وأنس بن مالك نفس الكلام قالوا أنه لم يكن فقيها غريب جدا سبحان الله ورد عليه العلماء منهم المعلمي رحمه الله عبد الرحمن في كتابه التنكيل العجيب وهذا الكتاب وسيد ابن حضير فإذا ما ظهر لي لماذا خص لكن يظهر لي أن هناك من أهل الإسلام من أراد إسقاط عبي هريرة وعنس بن مالك وسيد ابن حضير وكذلك صحابة آخرين غفر الله لهم ونحن نؤمن بأن الله تعالى قد أعطاهم ميزة في حفظ سنة رسول الله على كثير من من سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامته رحمهم الله فاعلم أنه صاحب سنة هذا مثال من كل بلد ناساً كانوا على السنة الشديدة بفضل الله من غير أن يتهموا بشيء من القدر ولا التشيء ولا الإرجاء وغيرهم ولذلك قال من يحبه فهو على شاكلتهم وإذا كان يبغضهم فهو على خلاف عقيدتهم وخلاف عقيدتهم خلاف عقيدة السحابة والتابعين الذين تبعوا السحابة بإحسان نعم وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج بن المنهال وأحمد بن حنبل وأحمد بن نصر رحمهم الله فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا ذكرهم بخير وقال بقولهم نعم وإذا رأيت الرجل جالساً مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى هذه مسألة في الأغياء مهمة جداً إذا رأيت الرجل جالساً ماشياً مخالطاً أو مع رجل من أهل الأهواء والمقصود بالأهل الأهواء هؤلاء الذين ردوا صنعاً رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء فيه من ذات الله صفاته والغيبيات وغيرها فلا شك أنه يعني مساحبته إما أن يكون بجهل من عقيدة هذا الرجل أو يكون بعلم إن كان بجهل منه فحذره وعرفه أن هذا الرجل كذا وكذا فإن كنت قادراً على أن تدعوه إلى الصنة فامشي معه أو استحبه أما إذا كان ليس قادراً على أن يقنعه على الصنة فإن جلس معه بعدما علم فاتقه أي احذر من هذا الرجل أيذن الذي يمشي ما ساحبه الهواء فاتقه صاحبه الهواء واتقه صاحبه حواء نعم وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندق فقم من عنده ودعه ودعه بالفعل الذي يقوله أنا ما أقبل ما تأتي به وتذكر لي من أحاديث رسول الله ائت بقرآن يدل على هذا المعنى فأعلم أنه لا شك فيه كافر لأن العلماء حكموا عليه بالكفر إذا كان جميع الصنة لا يرى فيها لا يرى أنها جزء من الدين ولا يرى أنه تفسير لكتاب الله تعالى فهو كافر أما إذا كان بعض الأحاديث التي قد يشك في صحته وهو اختلف العلماء فهذا الأمر لا ينسحب عليه لكن إذا قال أنه ليس في الإسلام أو لا يوخذ دين الإسلام إلا من القرآن فقط فهو لا شك أنه كافر كفرا مخرجا من الملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباهه أتيه الله وأتيه الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تفه ومنكر لكتاب الله تعالى ألا إني أوتيت القرآن ومصره معه نعم وأعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف وأرداها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة نعم كلها تدعو إلى السيف بالفيل ودليل عليه ما كانوا كلما تمكنوا من الأهل السنة فما راعوا فيهم إلا ولا ذمة بالحقيقة وكادوا أن يقتلوا الإمام أحمد وقد قتلوا عدة أصحاب من أصحابه رضي الله ورحمهم فهؤلاء كما قال تدعو إلى السيف وكان أحمد بن الدعاد يقول يا أمير المؤمنين مره فيقتلوه فهكذا بالفيل لكن إذا كان الإنسان خاف الله فهو يخاف أن يقتل أدمر مسلم بغير حق النعم وأعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره أولا تناول أصحاب محمد إنما أراد محمد بالفيل الآن حينما يقول كما قال ابن القيم وغيرهم إذا سألت اليهود من أفضل أهل ملتكم فيقولون أصحاب موسى أما إذا سألت الروافض من أفضل ومن أسوأ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقولونهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاليهود في أصحاب موسى عليه وسلم أقيدتهم أفضل أو أقيدتهم هو الصحيح بالنسبة للروافض الذين يقولون لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم جمعي الصحابة إلا أربع فهؤلاء في الحقيقة لا شك في أنهم أعذوا محمد صلى الله عليه وسلم واتهموا محمد أن تربيته كان خافقا ما نجح في تربية أصحابه فأخرجهم كلهم كفر ملاحدة وارتدوا من دين الله أليس هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم نعم وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فأحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر نعم هذا يقول بالتجربة يعني ربما أظهر لك شيئا فيستدرج شيئا فشيئا ولا تكن في حضنه حتى تضل ولذلك قال إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع وراه بدع كثيرا ولذلك ابتعي دانه بالمجرد ما ظهر هذا الشيء وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضر كمعصيته وإذا رأيت الرجل مجتهدا وإن بدى متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوا فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه يشير إلى الطوائف الذين باسم الزهد سموا أنفسهم متصوفة فيتقشفون ويعيبون من يكتسب أو يتكسب يعيبون ويقولون إذا اكتسب الإنسان فلم يتوكل الله فتوكلهم قد ووصلهم إلى أن يمدوا أيديهم إلى الناس ولذلك كانوا يفسرون اليد العليا خير من أجل السفلة كانوا يأخذون دعوتوا شيء فيأخذون من فوق ما يأخذون ذكره في تلبيس إبليس نعم كانوا يأخذون من فوق هكذا فاليد العليا خير من أجل السفلة يعني على آخذة صار فالله المستعان غيروا أو حرفوا وبدلوا دين الله بعقيدتهم الفاسدة ولذلك قال فإن بدأ متقشفا محترقا أو محترفا قد يكون محترقا بالعبادة لا شك تطول صلواته وكل شيء لكن يقيدته في الحقيقة وهو صاحب وحوا قد يبطل جميع عماله لا يقبل ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عندي صاحب هوا فقال يا بني من أين جئت قال من عندي فلان قال يا بني لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان نعم هذا يونس بن عبيد يوجه نسيهته إلى ابنه نعم ولأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي وفي بعض النسخ من بيت خمار من بيت خمار نعم ونعوذ بالله قد يكون يعني يقصد لعله من بيت خنثى لأن مثل هؤلاء قد يُوتى فيهم الله المستعن نعم ألا ترى يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضلُّ ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضلُّه حتى يُكفِّره نعم واحذر ثم أحذر أهل زمانك خاصة وانظُر من تُجالِس وممن تَسمع ومن تصحب فإن الخلق كأنهم في ردَّة إلا من عصمه الله منهم لماذا يذكر أهل زمانك خاصة أنت وَهُوَ وَهُمْ وَهَا وَهُمْ وَهَا وَهُنَّ كلُّهُمْ في كل زمان لماذا قال أهل زمانك لأنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنن فليستن بمن قد مات فإن الحي لا يؤمن منه الفتنة لا يؤمن عليه الفتنة فإذا كان مات قبل قرن أو قبل قرنين العلماء كتبوا فيه أنه كان كذا وكذا أنت تعرف لكن في أهل زمانك المتلونين ما تعرف الزو الأجوه أو الوجهين يأتي بوجهنا اليوم يأتي بوجه آخر غدا ولذلك عين أحلى زمانك خاصة لأن الماضين قد عرفهم العلماء أن فلان كان كذا فلان كذا أما أهل زمانك فلا تدري كيف هو إذا يأتي زمان يصبح فيه مؤمنا ويمسي كافرا ولذلك قوله أهل زمانك لهذه المعاني نعم وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دُؤاد وبشرًا المريسي وثمامت أو أب الهذيل أو هشام الفوطي أو أحدًا من أتباعهم أو أشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة وترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم بمنزلتهم ابن أبي دُؤاد هو الذي تولى كبرا الفتنة خلق القرآن بشر المريسي كذلك وثمامة وأب الهذيل العلاف وحشام الفوطي هؤلاء كلهم كانوا من الضالين كما قال وفإنه وأشياهم فاحذروا فإنه صاحب بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة إذا كان يثني عليهم يذكرهم يذكروا حتى ربما يكون مسكين قد غرر به ما ذلك ما دام يذكر هؤلاء وفيكون لا شك أنه في قلبه شيء إن كان أخذ منهم شيء وإن لم يأخذ فيجب أن يفهم ويعرف كما قال أن يحذر منه نعم والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته الآن إذا جاء أحد فرضنا من اليمن فنمتحنه يأتي والحمد لله يجرس في الدروس وكذا لكن يا أخي أنت من الحوثيين ولا من غير الحوثيين أليس هذا واجب علينا في هذا الزمان يطلب منك تزكية ما تدري لعلك تزكيه وهو من الذين يريدون الشر بالإسلام والمسلمين وهم الروافض وهم روافض ولذلك يقول والمحنة في الإسلام بدعة لما كانت الدنيا كلها خير خير القرون لكن اليوم فيمتحن بالسنة لابد أن يعرف من هو صاحب السنة فيقبل وإذا كان من صاحب البدعة فيطرد نعم إن هذا للمدين فانظروا أمن تأخذون دينكم ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلوا شهادته تعرفون أنه عدل ومساحب مرؤة لأن الشاهد لعبد أن يكون عدلا واستسهدوا شهيدين من رجالكم كما قال الله تبارك وتعالى نعم فإن فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته نعم وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة نعم وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة ومن قبل عين لنا أنه مقابل الكلام ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله وأن صحابة رسول الله ومن اتبعهم هذا خلاء مقابل الكلام فإذا كان الإنسان يأخذ كلام هؤلاء المتكلمين ينقل عن العشائر وينقل في العقيدة وأن المعتزرة والجبرية والقدرية وغيرهم فلا شك أنه في قلبه زيغ والله المستعنام فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وقصدا ما يريد التقليد إلا تقليد لغوي أما تقليد الاستلاحي عند جميع أهل المذاهب هو قبول قوله أحد ليس قوله حجة بدون دليل فيكون هذا التقليد وذاك يسمى تقليدا عاما وهذا الاتباع لأنك أخذت الدليل أصحاب الدليل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله فهو بمعنى الاتباع والطاعة لله والرسول والتقليد ما جاء إلا فيما بعد والتقليد ما عرفة عند أهل السنة والجماعة وعند أهل الحديث الذين لم يفضلوا أحدا على كتاب الله وسنة رسول الله إلا باسم مضموم وباسم غير ممدوح نعم ولذلك هنا المقصود من الاتباع لكتاب الله وسنة رسول الله نعم ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك أما علمت أن محمد بن سيرينة في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله فقيل له فقال أخاف أن يحرِّفها فيقع في قلبي شيء أخاف من الأستاذ وهذه فطرة صفات الله عز وجل ويقول إنما قال يريد أن يرد رسول الله يريد أثر رسول الله لكنه يدي أنه يعظم الله عز وجل بحيث لا يكون فيه شبهة مخلوق أو شبه بمخلوق لأنهم يقولون إذا أثبتنا له اليد صار مخلوقا وإذا أثبتنا له الوجه فبأي رب هم يتدينون وبأي رب يعبدون رب معدون بالحقيقة لأن الإنسان إذا فُصلت عنه أعذاؤه لا يبقى إنسانا فالله عز وجل له المثل العالى له وجه له يد له سمع بصر وله ساق له كذا فهم يقولون نحن ننزِّح الله تعالى ونعذِّمه فأعلم أنه جهمي له هوا في إنكاره صفات الله عز وجل نعم ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يزعم أنه يعظم الله وينزِّهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره أفليس يردُّ أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قال إنا نعظِّم الله أن يزول من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذِّر الناس منهم نعم هو يدَّي أنه أعلم بالله من الله ما هو كذا والله يقول إن الله ينزلُّ النبي صلى الله عليه وسلم بوحي منه أن الله ينزلُّ إلى السماي الدنيا فينادي على أهل من سائلٍ فعوتيه إلى آخره كذلك قال الله تبارك وتعالى لنفسي استوى على العرش قال الله تعالى لما خلقت بيدي فهذا كله ينكر وكأنه أعلم بالله من الله تبارك وتعالى نعم وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وارشده وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب وقد نهيت عن هذا جدا نعم يخرجان جميعا من طريق الحق ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم إلا بالتي هي أحسن كما قال الله تعالى إذا لم يوصل أو لم يبلغ إلى المغالبة والخصومة والمغاضبة فجادلهم بالتي هي أحسن كما قال الله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن نعم قال الحسن الحكيم لا يماري ولا يداري حكمته ينشرها إن قُبلت حميد الله وإن رُدَّت حميد الله وجاء رجل إلى الحسن فقال له أناظرك في الدين فقال الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب عُجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا وقال الآخر ألم يقل الله كذا فخرج مُغضبا فقال أبهذا أمرتم أم بهذا بُعِذتُ إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه وبعض فنهى عن الجدال أخرجوا أحمد وابن عبي عاصم في السنة وغيرهم نعم وهو حديثٌ حسن نعم وكان ابن عُمر رضي الله عنهما يكره المُناظرة ومالك بن أنس رحمه الله ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا وقول الله أكبر من قول الخلق قال الله تبارك وتعالى ما يُجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وسأل رجلٌ عُمر رضي الله عنه فقال من ناشطات نشطا فقال لو كنت محلوقًا لضربتُ عنقك لو كنت محلوقًا لماذا؟ لأن سيماهم التحليق الخوارج في تلك الأيام كانوا يُحلِّقون رؤوسهم وقال لو كنت محلوقًا كأنه ثم اعتذر هو وقال جيتُ سائلًا مُستفهماً إلى آخر نعم لأن هذه الأشياء قد يكون يُوقِع الشبهة في قلوب الناس التي هي من المتشابه وله معاني كثيرة ولذلك أراد عُمر رضي الله عنه يصدَّ باب الشبهة وباب المُشتبهات والحمد لله في كتابه الأمور بيّنات فاخذوا البيّنات وأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفذنة وابتغاء تأويله فلا تكن متتبعًا للمتشابهات نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يُماري ولا أشفع للمُماري يوم القيامة فدعوا المراء لقلة خيره هذا الحديث على كل حال أخرجه التبراني وغيره لكن العلماء قالوا إنه ضعيف ومداره على راوين اسمه كثير ابن مروان وهو ضعيف نعم لا أشفع يُخبر الغيب فلا نقول أنه هذا ولو كان ضعيفًا فهو حديث نقبله وكذا هناك بعض الناس الذين ليس لهم ذوق في سنة رسول الله يقولون هذا الكلام نعم نقول أنظر ماذا تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أشفع للمُماري يوم القيامة وهذا من إخبار بالغيب ولا يكون إلا من من يعلم الغيب الله أو من من يُوحي بالغيب إلى رسول الله نعم ولا يحل لرجلٍ مسلمٍ أن يقول فلانٌ صاحبُ سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصالُ السنة لا يُقال له صاحبُ سنةٍ حتى تجتمع فيه السنة كلها يعني هو منهجه منهجه يكون تتبعُ السنة واتبعُ السنة وإن فاته اجتهاداً بعض الشيء أو خطعاً ألا إما قد تفوتهم أشياء كثيرة لكن الشان في المنهج منهج يأني لا أقبل الله ما جاء في كتاب الله وصنة رسول الله وما فهمه السحابة لأن الدين تم على أكتافهم رضوان الله عليه وإجمعين وقال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاك فصحابة رسول الله هم الميزان والمعيار للدين نعم وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله أصل 72 هواً أربعة أهواء فمن هذه الأربعة أهواء إن شعبت هذه الاثنان وسبعون هوا القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج وفيهم طوائف وفيهم يعني طوائف كثيرة تشققت خوارج قد تكون ثمانية والشيعة أيضاً اثناشر وفيهم اثناشرية ألفون والقدرية أيضاً فتشعبت فإذا ترك الإنسان ترك الإنسان إن شاءال المحجة البيضاء ففي أي وعد حلق لا تدري نعم فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره نعم ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره سبحان الله هذه قواعد لو حفظناها استفدنا منها طول حياتنا نعم ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم ومن قال بها فهو كافر لا شك فيه من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله فإنهم كفار بالله العظيم ومن قال بهذا القول ولا شك أنه أن يؤمن بالرجعة فهذه بدعة يقول هي كفر بالله لأنه كل من مات لا يجوز لا يمكن أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ائذن سبحان الله وأنني قد ذكرت لك وأنني قرأت في بعض تفاصير لغة أردو البعض علماء الهند قتب قال ألا تعلمون أو هل تعلمون لماذا نهي الناس أن ينكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا قال لماذا نهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي يتمتع بهن هذا في الحاشية أو في حاشية كتاب الله تفسير سماه التفسير وأصحابه يرفعون هذا التفسير إلى أعلى درجة ونقول سبحانه أليس هذا كفر بالله ينكرون القرآن إنك ميت وإنهم ميتون ودفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم وغسلوه وكفنوه الله المستعان نعم فهذا كفر ولا شك فيه نعم قال طعمة بن عمر وسفيان بن عيينته من وقف عند عثمان وعلي رضي الله عنهما فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت إجماع إن كان الإجماع في زمن ما يصح أو يقبل فإجماع الصحابة على قبول استوال العرش على قبول اللي يدال كذا وكذا وكذلك إن كان الإجماع في زمن ما يحصل فإجماع الصحابة أن أفضل الناس ومن قدم الأربعة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قُتِل مظلوما ومن قتله كان ظالما فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة وهنا يظهر أن المجتهد يخطي ويصيب فهناك بعض الأحاديث لم يشك في حرف منه هو لا شك أنه كلامه في مكانه إن شاء الله صحيح لكن استدلال ببعض الأحاديث الضعيفة ولا آثار الضعيفة لا شك فيه أنه ينكر أو يخالف فليس يقصدنه يعني لو شك في حرف منه فيكون مبتدعا أو كذا إنما المقصود لا اجتهادي ظن أن كل ما أورده كله صحيح فهذا إن شاء الله يكون ماجورا لا اجتهادي وإلا لا يمنعنا بعد هذا أن نقول الحديث الذي أورده الأثر الذي أورده ضعيف غير صحيح فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين لا طاعة لبشر في معصية الله ولا تحب عليه أحدا لا تعين أحدا ألا لا تعين أحدا من حيث اللغة ولا تعين هكذا جاءت الصحيح لا تعين عندكم تعين تعين هكذا تعين لكن في نسخة أخرى تعين عندكم تعين ولا تعين بالياه بالياه هذا لغة الله إن كان يقصد أنه لا شك أنه يخاطب وينهى لا تعين هو ينهى ويأمر أحذر وكذا فالصحيح لا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق يعني لا تعين أحدا على أولي الخير إن كان يريد أن يتغى ويريد أن يذيه ولا الخلق أجمعين الضحيح لا تُعِن نعم ولا تُعين هناك يقولون أنه النفي أبلغ من النهي لكن له مواضي هنا هو في سياق النهي والأمر والنهي أو مشهورة بالأمر نعم بسيغة الأمر ولا تُحِبَّ عليه أحدا وكرَه ذلك كلَّه لله تبارك وتعالى نعم والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل في كبير المعاصي وصغيرها نعم ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مالك بن أنس من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل وقال بشر بن الحارثي الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام وكان قد بدأ في المقدمة ذكر هذا الإمام نام وقال فضيل بن عياض رحمه الله إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين هذا غاية الثناء والمدح لا شك فيه ومثل قريبا من هذا قال بعض العلماء قال إذا قال فكرت في أحوالي عبد الله بن مبارك وأحوالي السحابة فلم أجدهم يفضلون عليه إلا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إذن مبالغ لا شك فيه لكن لا شك أن صحبة رسول الله كل الفضل فيه فالقائل هذا إن شاء الله لا يكون مخطي في مدح ابن المبارك أنه كان جاهدا زاهدا مجاهدا وكذلك كان يحج ويحجج الناس على نفقته آمالا كثيرا خيرا رضي الله عنه له كتاب الزهد إذن نعم وقال يونس بن عبيد العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه أن يجيب إلى السنة فيقبل كأنه رأى أن أهل السنة مظلومين مكتومين مقهورين فإذا كان أحد يدعو إلى السنة فالعجب لكن إذا كانت الدنيا كلها على السنة فلا تعجب يدعون على السنة لكن إذا كان في وسط أو في بيئة السنة مظلومة من كل جهة فهذا يظلمونه إذا دعوا إلى السنة وهذا وارد يجعلونه مثل المبتدئ يدفعونه في كل مكان نعم وهذا يوجد الآن في بلاد نروح لها ونعرفها جيدا سبحان الله فيشيرون بالبنان أن هذا سلفي وهذا سلفي يقولون كذا سلفي يعني سلفي نعم ينكتون عليهم نعم وكان ابن عون يقول عند الموت السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات وقال أحمد بن حنبل رحمه الله ومات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة وقال أبو العالية رحمه الله من مات على السنة مستورا فهو صديق ويقال الاعتصام في السنة نجاه وقال سفيان الثوري رحمه الله من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعه خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع وقال داود بن أبي هند أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمرانة على نبينا وعليه الصلاة والسلام لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم هذا مما يقال أنه من الإسرائيليات إذا صحت نسبة إلى داود بن أبي هند فيقال أنه من الإسرائيليات يكونوا نقله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم نعم فيما لا يكون مخالفا لديننا فإذا كان مخالفا فنرده ولا كرامة نعم وقال الفضيل بن عياض رحمه الله من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة وقال الفضيل بن عياض لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة وقال الفضيل بن عياض من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه وقال الفضيل بن عياض من جلس مع صاحب بدعة ورثه العماء ورثه العماء الظاهر عماء عن الهدى ويعني كأنه يورثه الضلال لا شك فيه ظل وكل بدعة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال فليقصد بالعماء هنا الضلال عن الصراط المستقيم نعم وقال الفضيل بن عياض إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجُز في طريق غيره وقال الفضيل بن عياض من عظَّم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ومن تبسَّم في وجه مبتدع فقد استخفَّ بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن زوَّج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في صخَط الله حتى يرجع هذا كله لا شك فيه أنه فيه قد يكون فيه تفصيل إذا كان الإنسان لا ضعيف الدين ضعيف السنة فلا يسحب إلا صاحب السنة أما إذا كان عالماً فاضلاً وله علم من كتاب الله وسنة رسول الله فيفضل له أن يخالط هؤلاء ويفهمهم ويعرِّفهم دين الله تعالى وبشرطاً لا يخاف على نفسهم يتأثر بهم فإن كان قبلوا وإلا يتركهم من غير رجاء إليهم فليس مانه حجر مطلقاً حجر نحن نحذِّر أولادنا الصغار أن يذهبوا إلى صاحب البداء لكن إذا كان إنسان منهم صاحب علم وفضل شيخ بن باز وفوزان وهؤلاء العلمة جبال العلم والفضل إن شاء الله ما يجوز لهم أن يجلسوا بعيداً أن هؤلاء إذا جاءوا لابد أن يفهمهم لعل الله تعالى يلقي الحق في قلوبهم نعم وقال الفضيل بن عياض آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد الله أكبر وقال الفضيل بن عياض إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله هذا كله حل يقال مثل هذا الكلام لا يقال إلا من وحي إذا كان يدل عليه شيء من كتاب الله وصنة رسول الله إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر الله له وإن قل أعمله يعني قطعاً يعني حب السنة قد يزيده فضلاً ويزيده رحمة الله به إن شاء الله لكنه مثل هذا ينبغي أن يكون له أثر من عثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الذين لا يقولون إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقاً ومن أعرض بوجهي عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيماناً هنا عوّلوا لنا ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقاً ولا يكون ولا يكون هكذا ولا يكون جاء أو يكون أنا هذا الذي أشكر به لا يكون أو لا يكون صاحب بدعة إلا نفاقاً يعني لا يكون ولا لا يكون لكن هنا يقول لا يكون على كل حال قد يكون يعني لا أنا هو هذا لكنه قد يكون طويل يعني لا كل حال اللغة وصيعة فمن الممكن يقول لا يكون يا لا يكون آه ماشي إن شاء الله على كل حال قد يكون لكن الذي نعرفه أنه في هذا المكان ليس له طويل يا شيخ صالح لا يكون صاحب بدعة صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقاً نعم كيف نفاقاً؟ يعني إذا كان يمالئ ففي قلبه نفاق يظهر كما أنه يبغضه وما ذلك يمالئه وداري ويرائي حاله بدون بيان الحق أمامه فهذا لا شك أنه يقرب من النفاق ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيماناً ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مئة درجة فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبداً والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وقد انتهينا من هذا الكتاب وكأني أشك أن الكتاب ناقص إلى الآن ابحث والنسخ لأن في الغالب المؤلف قد يكون هناك يقول وصل الله قد قديمها وصل الله لنبينا وقد فرغ منه وكذا إلى آخره فهنا كأنه انقطع الحاصلة لكلها الحمد لله الذي أكرمنا بهذه المجالس وفي أقدس بقاء الله تبارك وتعالى ونقول بارك الله فيكم بالفعل السنة السنة اللي نقول مقابل البدا والحديث حديث رسول الله رواية ودراية كانت مظلومتين أو كان مظلومين في طول قرون طويلة إذا ذهبت إذا رأيت من بعد القرن الثالث القرن الرابع وما بعده فتجد في الحقيقة أن الناس تركوا الحديث والاستدلال بالحديث فنقول تركوا سنة رسول الله وانكبوا على أقوال الأئمة رحمة الله لهم وخالفوا الأئمة في أقيدتهم وفي وسول فقههم وفي سلوكهم وتزكيتهم فانظروا في تاريخ الإسلام وجدنا في الحقيقة تتبعوا كتاب مواقف وكذا وكذا كتب الأهل الكلام وكتب الصوفية حتى الكتاب الكبير للغزال إحياء وغيره وغيره هل تبع أحد هذا الكتاب في تلك الأيام الخالية أو كانوا يقرؤون ليس إذا رأيت سبحان الله ما تجد إلا الحنابلة الذين كانوا أو المنتسبين إلى الإمام أحمد بن أنبل وما هم حنابلة متعصبين لا يردوا إذا لم يجدوا له دليلا لقوله وجدنا قديما على إمة الحنابلة قالوا هذا منقولنا للإمام أحمد ولكن ليس له دليل سبحان الله فنقول لا تجد أحدا طبع هذه الكتب كتب التوحيد عامة إلا بفضل الله تعالى في هذا الزمان الذي هو أفضل الزمان وإن كان لا ياتي يوم إلا بعده شر منه لكن أتى الله تبارك وتعالى بهذه الأيام المباركة بفضله ثم بسعي ذاك الإمام الذي قد يوجر كثيرا في الدنيا لأنه يصب ويشتم وكل من سمع اسمه هو محمد بن عبد الوحاب فإنعلون منه فيغطابون منه فهو أجره كبير عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين إن شاء الله فنقول الحمد لله رب العالمين وهذه الدولة المباركة لا شك فيها نحن تربينا على حبها ونحن الصغار في الهند نعيش أبانا أجدادنا الحمد لله بفضل الله تعالى دافعوا عن هذه الدولة المباركة وقت ما كان هناك ناس في الله والله ناس أبرقوا إله ملكة بريطانيا إن في الحجاز تصلت على مكة والمدينة رجل نريد أو نوكل نحن المسلمين إياكنا أن تزيحوا من الحجاز شوه سبحان الله ذاك الوقت قتل بعضهم لأجر الدفاع وما جاء للحج في أول حج نعلن فيه إلا أهل الحديث فنحن نقول الحمد لله هذا القرن قد يكون إذا كان لا يأتي يومن بعده ويسر منه إلا واحد من القرون الحمد لله التي ما خدمت السنة بمعنى العقيدة الصحية وما خدمت الكتاب والسنة مثل ما خدمت في هذه الدولة المباركة فنقول أدامها الله وأقامها وأدام الآلين الذين جربنا أنهم أهل لهذا أن يكونوا يقوموا بخدمة الدين في هذه البلاد المقدسة آل سعود وآل الشيخ رحمة الله على أمواتهم وأبقى الله بالسحة وآفيته أحياهم ولا يأخذهم فتور ولا يأخذهم فيه شيء من إلا النشاط في العمل للدعوة الخالصة ثم بعد هذا في الحقيقة تجد فصيروا في الأرض فانظروا تجد أعثار هذه الجامعات الإسلامية والجامعات الإسلامية الجامعات المملكة متخرجون منتشرون في العالم سبحان الله وهم الحمد لله رمز لتسحيل العقيدة في بلادهم كم من الناس في أفريقيا في أثيوبيا في نيجيريا ذهبت مع الشيخ الإمام رحمة الله عليه الشيخ الصبيل معه في إلى نيجيريا فكان هناك الملحق الثقافي عبد العزيز الملحم كان مانا في رحلة من اللاقوس إلى عبادان كان هناك افتتاح مسجد فورا يرينا في الطريق هذه مدرسة أحد متخرجين من الجامعات الإسلامية قائم بها وهذه كذا وهذه كذا مثل الجبال يا أخي وهناك شخص كان يبني لهم مسجد وسبحان الله وهو من المملكة يعني كان يبني مسجد ويخطط لهم تحت مثل الدكاكين مدارس وفوق يكون المسجد هكذا مساجد كثيرة وآتاني هو نفسه ملحق الثقافي عدة خرائط وقال بلغ إلى ذاك الشخص وهو أحمد محمد بغلف سبحانه رحمة الله عليه فلما أول مرة أسمى منه وأول مرة لما وصلته فرح كثيرا ولما قلنا ما شاء الله رأينا مساجدك وكذا بعض مساجدك فرح كثير فنقول الحمد لله قد خدم الناس حكومة وشعبا في العالم ما يذكرون به بكل خير أقام الله وآدام هذه المملكة بأمنها وأمانها ودينها وسنتها إن شاء الله إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نصيحة أخرى نحن خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته وخلقنا لاتباع سنة رسول الله لا لتقليد أحد فنحن نكون على السنة إن شاء الله في أقيدتنا وفي فقهنا فقه الكتاب والسنة ولا بد أن ننظر إلى أقوال أي مذاهب الأربعة ونستنبت منها يعني نستخرج منها مثل الشعرة تسل من العجين الفقه الصحيح إذا كانوا يختلفون متى ينجس الماء في عشرة أذره في عشرة أذره فأنت طالب العلم يجب عليك أن تنظر إلى سنة رسول الله وعثار السحابة رضوان الله لمجمعين بماذا تخلص إليه في إعتاء الحكم الصحيح ليس منتسبا لمذهب خاص للأمة فكن على إن شاء الله على طلب من السنة والسنة هو الذي أو الحديث والذي يمكنك أن ترجع أشياء كثيرة مما اختلفوا فيه وكان من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاول سراط مستقيم ويكون دائما دعوتنا وهجيرانا واختلاءنا بالله بهذا الدعاء المبارك ونكون على ما أراد الله تبارك وتعالى من عبادته الخالصة ثم نحن طلبة العلم مسؤولون أن الدعوة وتبليغ هذا الدين الخالص لإلى الناس وأول من يكون احتاج إلى إلى رعايتك أولادك أزواجك أهل بيتك الأقربون أولى بالمعروف العالم قد يكون يرمي بمحاضراته وبشرره كله في العالم لكنه يترك أولاده يترك زوجته وقد وجدنا مشايخ في المدينة كنا ندرس بعض المشايخ وهو الشيخ أبد السمد الملباري رحمة الله كان يجمع أولاده يوم الجمعة كلهم عنده ثلاثة وأربعة أزواج وعنده فوق ذلك الأيام فوق ثلاثين من الأولاد والأحفاد كانوا موجودين فكان يجمعهم كلهم ويعطيهم درس خاص وله درس خاص أيضا في المسجد فينبغي أن يكون كلنا في موضع المسؤولية خاصة في أهلنا وصلاح المجتمع في الحقيقة لا يحصل إلا بهذه السورة إذا كان كل واحد يصلح بيته هذا البيت يخرج للسوق وهذا البيت الطفل يروح بالمدرسة ويروحون في السوق سوقنا يكون إن شاء الله صالح ومصلح فيجب على كل مسلم وغاضب وإذا كنت تريد أن تكون مباحثا مناظرا على السنة وعلى الحق فأرجي إلى مباحثات ومناظرات الألباني رحمة الله عليه الإنسان يغذب لكنه يتماسك والإنسان يتهرب لا 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 هذه النقطة ننتهي منها أولا بعدين وبعدين كان يقنعه جاء رجل ملحد أو يدي الغيب علم الغيب فقيل إن هناك الشيخ الألباني يكذبك أنك كذاب قال جاء أنت الشيخ الألباني وقال أنت تريد أنت تكذبني نعم أنا عالم الغيب وأنت تكذبني قال طيب أنت تعلم الغيب فماذا قال الشيخ تذكرون أو لماذا تذكرون ماذا قال قال أجادلك قال أنا جيت وناظرك هو نفسه واقف لرأسه يقول أنا أريد أن أجادلك قال أناظرك بشروط قال ما هي الشروط قال أنت عالم الغيب أعلم شروطي فبهت مسكين المناظرة في دقيقة واحدة ولا يجود لكم أن تغذبوا فالغذب هذا دليل الضعف أمام الخصم بالراحة وبالحكم وما دام كتاب الله وصنة رسول الله ما يمكن أن يغلبك يا أخي لكن الشان كما قال الله تعالى لموسى عليه السلام وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى طغى لكن ماذا تقولون له هل كلمة طغيان وكلمة غضب أمامه لا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فأعرف أن في هذا الزمان ليس أحد من مخاطبيك من مخاطبيك أطغى من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ليس أحد يوجد مثل هذا فليكن هجير طالب العلم أن يكون دائما يدعو إلى الله إلى دين الله باللي والحكمة فإن قبل وإلا ما عليك إلا البلاغ وأنت نائب رسول الله في هذا الختاب كما قال الله تعالى له ما عليك إلا البلاغ لستا عليهم بمسيثر وصل اللہ والا خير خلقه محمد وعلا آل واصحاب جمعين